السلام عليكم. العناصر الانتقالية. قد محاولت افهمها يا استاذ مش زابطة ماني. فس بحب احكي لك انك ما شفت طريقة الخيميائي. يلا بينا نبلش. العناصر الانتقالية. العناصر الانتقالية هي العناصر اللي بنتي التوزيع الالكتروني الها في فلك دي وفلك بي. يا فلك دي او فلك اف. تمام? يعني لما نوزع التوزيع الالكتروني راح ينتهي التوزيع الالكتروني. يا اما في الفلك دي او الفلك اف. وبتكون في وسط الجدول الدوري. انتقالية ما بين مجموعة الاولى والثاني اللي هو اس و بيجي عندك الفلك دي. طيب بيحكي لك عناصر تقع في وسط الجدول الدوري ويضافي للالكترون الاخير في توزيح الالكتروني الى المستوى الفرعي دي او اف. وتقسم العناصر الانتقالية الى قسمين. عناصر انتقالية وعناصر انتقالية داخلية. يعني جو الانتقالية في fast. انتقالية داخلية اللي هي بتكون في foarte ف. يعني عندنا فلك D هايو تمام? طبعا عبارة عن عشر مجموعات عشر مجموعات عمدة. هذول العشر مجموعات في جواتهم عناصر انتقالية داخلية جيين هون. تمام? فهونا في عندنا اربعتاشر مجموعة. مش عندنا الفلك يستوعب الى يستوعب الى four italyktron من هون الاربعتاش. طيب و الفلك D بيستوعب 10 إلكترون عشان هيك 10 مجموعات فإذا D و F هم العناصر الانتقالية D العناصر الانتقالية F هي العناصر الانتقالية الداخلية ليس سموها الداخلية لأنها جاي جوة عناصر الانتقالية تبعية D طيب أستاذ شو قصدهم في العناصر الانتقالية تعال نقرأ شو بيحكي لنا لكتاب بيقول لك تتكون هذه العناصر من 10 مجموعات زي ما قلت لك قبل شوي حكيت لك بشكل مختصر سريع في الجدور الدوري كما في الشكل الخمسة اللي شفنا ويضاف الإلكترون الأخير في التوزيع الإلكتروني لدرات عناصرها إلى أفلاك المستوى الفرعي D فإذا العناصر الانتقالية بنت التوزيع الإلكتروني تاعها في الفلك D لكن العناصر الانتقالية الداخلية بنت التوزيع الإلكتروني إلها في الفلك F تمام؟ هاي هذا العناصر من 14 مجموعة في الجدور الدوري كما في الشكل الخمسة ويضافي الالكترون الأخير في توزيع الالكتروني لدرات عناصرها إلى فلاك المستوى الفرعي F يبين الجدول أربعة توزيع الالكتروني لعناصر الدورة الرابعة الانتقالية B فالعناصر الانتقالية شو راح نحكي عنها رمز B العناصر الممثلة أستاذ كنا نحكي عنها A من واحد لثمانية A تمام؟ هنا عشرة مجموعات B لكن هذور العشرة مجموعات فيه نقطتين هم اللي بغلبوا الطلاب رح نحكي عنهم بالتفصيل أول نقطة ركز معي اتفقنا على عناصر الانتقالية عناصر الانتقالية الداخلية مش راح نوزع توزيع الالكتروني فيها ولا إلىها أمثلة في الكتاب رايحينك منها هسا D بيكي لك لازم ينتهي توزيع الالكتروني إلىها في إيش؟ في D وتوزيع الالكتروني في D تعال أعطيك مثال يكون في D لكن هو مش منع العناصر الانتقالية بديك اتميز قبل ما نبلش في D والأفلاك الفرعية ممكن يكون العنصر فيه بتوزيعه D لكن هو مش من العناصر الانتقالية لازم ينتهي توزيع الالكتروني في D تعال شايف السهم اللي أحط لك إياه عشان نروحي أنا وإياك بشوار صغير تعال أحكي لك شغلة عن العنصر X هذا العنصر X بنا نشوف هل هو من عناصر الانتقالية ولا من العناصر الممثلة أنا موزع التوزيع الالكتروني باستخدام الغاز النبيل الأرغن أو شو هو الأرغن هيتوزيع الالكتروني اللي هو 18 2 و 2 4 و 6 10 و 2 12 و 6 18 فهذا الأرغن اللي باللون الأخضر هو نفسه أوكي وزعت لك إياه عادي ووزعت لك إياه بدلالة الغاز النبيل عشان تشوف الشكلين أوكي وشكلين ما بحكي يلا طيب خلينا نكمل يلا S S BIS BIS D BIS أوكي طيب 4 S 2 3 D 10 4 P 2 أستاذ 32 عدد الذري 32 فعندي 32 إلكترون طيب يا أستاذ إحنا وزعنا هنا كم؟ 18 الآرغن 18 18 و 22 و 10 32 و 32 أستاذ طيب لو سألتك في أي مجموعة العنصر أستاذ بتحكي لي انتهى التوزيع الإلكتروني إلو B الدورة الرابعة طيب الثري دي هاي عبينا فيها الإلكترونيات في العناصر الانتقالية في الزهات الانتقالية تمام؟ وانتقلنا لأوين لB؟ إذن هو في مجموعة B حلو طيب في إلكترونين في B وإلكترونين في S طلع فشكت عن D إذن يا أستاذ شو رقم المجموعة؟ 2 و 2 في المجموعة الرابعة شو هذا الإكس العنصر اللي عدده الذري 32 مجموعة الأسوال B حلو إذن هو في فلك B مش في فلك D صحفي دخل معاي في التوزيع الإلكتروني دي بس D امتلأ وفتحنا B ودخلنا على الفلك B إذن هذا مش من العناصر الانتقالية تعال نشوفه في الجدول الدوري مش جابيل في الحصة اللي فاتت كنا نروح على الجدول الدوري ونشوف العناصر وين موجودة في الجدول الدوري معلش تحملوني في المجموعة الرابعة تمام؟ عدده الذري 32 اللي هو الجيرمانيوم مش في العناصر الانتقالية وين جاي؟ في المجموعة الرابعة في الفلك P تمام؟ حكينا هدولا كلهاتهم هم الفلك P إذن هاي النقطة البداية المقدمة اللي بدي أحكي فيها عن العناصر الانتقالية إذا انتهى التوزيع الإلكتروني في B أو في S هون S اللي هدول هدولا الثمتين S إذن هذا مش من العناصر الانتقالية إذن لازم ينتهي التوزيع الإلكتروني بإيش؟ D حلوين حلوين تعال نرجع يلا نكمل وصلنا لهون روحنا على مشوار أنا وياكم وشفنا التوزيع الإلكتروني لعنصر فيه بتوزيعه D لكن هو مش من العناصر الانتقالية وشفنا أنه هو في المجموعة الرابعة طيب بحكيناك يبيني الجدول الأربعة التوزيع الإلكتروني الجدول الأربعة تحت اللي راح نشوفه كمان شوين شايفينه الجدول الأربعة؟ أوكي يبيني الجدول الأربعة التوزيع الإلكتروني لعناصر الدورة الرابعة الانتقالية B في B في عندك من 1 لثمانية أستاذ أنت حكيتين عشر إلكترونات في الفلك D يعني العناصر الانتقالية B فيها عشر إلكترونات كيف قاعد تحكي لي بس ثمن مجموعات أستاذ ثمن مجموعات لأنه في نقطة بتغلب الطلاب برضو اللي هي المجموعة الثامنة والمجموعة التاسعة B والمجموعة العاشرة B بيعتبروها مجموعة واحدة ثمانية إذن ما فيش تسعة وعشرة B ما في تسعة B ما في عشرة B لا أستاذ في عندك بس ثمنية B طب ليش الثامنة والتاسعة والعاشرة بيحكوا عنهم مجموعة واحدة لأنهم شوف السبب لأنهم بيشتركوا بنفس الصفات إلهم نفس الصفات واتفقنا إنه المجموعة الواحدة إلى نفس الصفات أوكي فإذن هذول المجموعات اتفاجأوا العلماء إنهم بيشتركوا بنفس الصفات المجموعة الثامنة B تاسعة B عشرة B شو رح نحكي عنهم فقط الثامنة بيم يعني ثمانية تسعة عشر ثمانية بيم تمام الثلاث مجموعات هذه المرة رح نحكي عنهم ثمانية بيم وينهم يا أستاذ هل يمتطلع ركز معي ثمانية بيم شو هم تسعة بيم هناك ثمانية بيم مجموحهم إذا كان ثمانية إذن هو ثمانية بي إذا كان مجموحهم تسعة ثمانية بي إذا كان مجموحها عشرة ثمانية بي رح نحكي عنها بالتوصيل ونشوفهم بالتوزيع لما نوزع التوزيع الإلكتروني ومتى رح نحكي إنه المجموعة هي الثامنة وكمان هون فيه شغلة غريبة رح نحكي عنها تمام وننبه عليها ركز معاي لأنه فيه من نقطتين هدول هي اللي بتغلب الطلاب بتخليهم يخربطوا في العناصر الانتقالية مشكلة العناصر الانتقالية مشكلة واحدة طلع هون هسا شو بيحكي لك ورقام مجموعتها ويلاحظ من هذا الجدول أن رقم المجموعة بالنسبة إلى العناصر الانتقالية يساوي مجموعة الإلكترونات في أس في المستوى الخارجي المدار الأخير زي ما كنا نعمل في الممثلة ومجموعة الإلكترونات النقص 1D هاي هاي شايفة هاي هاي بتزايق الطلاب أنا عشان ما تتدائم لما يكون عندك الفلك مثلا عندك خمسة S بيجي بعدي أربعة D هيك قصده إنه S لما يكون رقمه خمسة D بيكون أقل منه بواحد عدد المدار الأخير أو المستوى الخارجي خمسة للأس D بيكون أربعة إذا كان ستة للأس D بيكون خمسة أقل منه بواحد بس هاي هي المعلومات طب انت فوقك من هذا الحكي هو مجموعة S و D لما انت توزع له الكترونات هو مجموعة S و D بس بدل هاض رقم المجموعة عشان تعرفه مجموعة S و D رقم المجموعة في الممثل كانت S و B هنا S و D حلو؟ حلو طيب طلع هاي قضية البحث هاي هاي من أكبر المشاكل اللي بيتغلب الطلاب بالفهم ركز معي بحكية لكي يختلف التوزيع الإلكتروني اللي عنصر الكروم أربعة وعشرين وعنصر النحاس سيو ساعة وعشرين عن توزيع بقية العناصر الانتقالية يعني المجموعة اللي فيها الكروم والمجموعة اللي فيها السيو هذول الثنتين بالذات فيهم قصة بتوزعوش زي الباقي السبب بيحكي لك أبحث في سبب هذا الاختلال ثم أناقشه مع زملائي وزميلاتي أنا لي زمان بقوا درست ماجستير فبحثت في الموضوع وريحتكم بدي أعطيك نتيجة البحث اللي أنا بحثته عن هذا الموضوع ليش السيو وليش الكروم بيختلفوا في توزيعهم الإلكتروني عن العناصر الانتقالية الثانية اللي هسا رح نشوف كلهاتهم مع سيو ومع الكروم بس أحكي لك شغلة نتفق عليها قبل ما أجي أشرح لك التوزيع الإلكتروني للعناصر الانتقالية هاي النقاط نقطة أساسية بدك تكون عارفها هيك الشاشة كاملة هاي النقاط الأساسية اللي بدك تكون عارفها من حيث الاستقرار للذرة الذرة متى بتكون مستقرة إذا كانت الأفلاك الفرعية ممتلئة أو نصف ممتلئة بتكون الذرة أكثر استقرار يعني عندي أس وبي إذا الأس ممتلئ والبي ممتلئ بيكون أكثر استقرار إثنين في الأس وستة في البي يعني زي زي العناصر نبيل وعنصر نبيل بيكون صح؟ ممتلئ ممتلئ طيب كمان بيكون أكثر استقرار في حالي أخرى شو هي؟ إنه يكون الفلك نصف ممتلئ طيب الأسس نصف ممتلئ يعني إلكترون واحد البي نصف ممتلئ ثلاثة إلكترونات الدي نصف ممتلئ خمس إلكترونات إذن يا أستاذ وين بتكون الذرة أكثر استقرار إذا كانت نصف ممتلئ شو يعني نصف ممتلئ؟ يعني نصف العدد الكلي للإلكترونات اللي بيستوعبها الدي الدي إذا كان في خمس إلكترونات هو بيستوعب عشرة فكلهم منفرد الإلكترونات منفردة نصف يعني التنافر قليل فهي بيكون أكثر استقرار أو يكون كله ممتلئ متى بيكون مش ممتلئ؟ شلت واحد من الإلكترونات يعني نصف ممتلئ كلهم إلا واحد فارغ هنا صار مش مستقر مين أكثر استقرار؟ لما يكونوا نصفهم معبئين كلياتهم معبئين إلكترون واحد يعني نصف ممتلئ كل الفلك دي تمام؟ يعني يا خمسة يا عشرة خمسة أو عشر إلكترونات بيكون هيك أكثر استقرار ثلاثة أو ستة أكثر استقرار واحد أو اثنين أكثر استقرار أستاذ طب ما هو الأس يواحد ياثنين أو بيكون فاضي طب لما يكون فاضي ما بيكون مستقر أستاذ لما يكون الأس فاضي تخيل أس أس الأس الثاني هاي فاضي اللي قبليها شو بدي يكون ممتلئ أو هاي نفس الإشي يعني الأس كيف ما كانت تكون مستقرة المشكلة وين في الدي مع الأس لما يكون التوزيع الإلكتروني للعناصر الانتقالية فرح نشوف السيو اللي حكينا عنه قبل شوي ولكروم في حالة حالة مختلفة عن الباقي إنه رح يكون التوزيع الإلكتروني عشان نعمل الذر أكثر عشان تكون أكثر استقرار بتكون بتوزيع مختلف على العناصر الثاني طب غير ذلك تكون الضرة شو ما لها أقل استقرار سكريناتو حبيب اللهارتو سريع يلا عشان نروح أسا على التوزيع الإلكتروني والجدول رقم أربعة يلا نروح سوا شوار صغير يلا الجدول الأربعة ركز معاي واعطيني فول تركيز الأرغون اللي هو 18 إلكترون حلو؟ طيب نكتب توزيع الإلكتروني للأرغون بكي لك هاي التوزيع الإلكتروني ورقم المجموعة بي كله ياته متطلع بنتي توزيعهم في دي بدي أحط علامة هيك علامة عمين علامة على الكروم اللي قبل شوي حكينا عنه أوكي؟ علامة على النحاس الكبر السي يو هذولا بدنا نحكي عنهما هسا بالتفصيل ونذكر أمثلة غيرهم في نفس مجموعاتهم شو راح يكون التوزيع الإلكتروني لهم؟ شو بيختلف عن الباقي؟ هسا لما أجل أحكي لك الأرغون شو توزيع الإلكتروني للأرغون؟ يالله وان أستو تو أستو يا ربي كافيني المجال وان أستو تو أستو تو بي سيكس هاي عشرة ثري أستو ثري بي سيكس هالتوزيع الإلكتروني بدل الأرغون ها كي أني شطبت الأرغون وحطيت التوزيع الإلكتروني عندي العدد داري واحد وعشرين لحد هون الأرغون ثمنتاش صح؟ هاي ثمنتاشر إلكترون بدي أكمل للواحد وعشرين صح؟ اثنين هاي صار عشرين واحد هاي واحد وعشرين أوكي أستاذ اللي هو اس اس بيس بيس دي بيس إلى آخره أوكي؟ طيب وصلنا عند أربع أستو ثري دي وان شو رقم المجموعة؟ حكينا مجموعة اس و دي حلو هاي اس زائد دي طلح هون ممتلئ نصف ممتلئ إذن مية بالمية الاستقرار على كيف كيف كيفك صح؟ حلو إذن ما رح أغير إشي أمورنا تمام هون في مشكلة في الاستقرار عشان هيك رح يتغير عن التوزيع الطبيعي احنا بنوزع الاس بنفلل وبعد نمرو حد بنكمل صح؟ هون نفس الإش عندي زيادة إلكترون يعني رقم المجموعة ثنين واثنين أربعة بي رقم المجموعة ثنين وواحد ثلاث بي تمام؟ ليش حكيت في العناصر بي رمزها بي مش اي لأنه إيه الممثلة؟ هون الانتقالية بنت التوزيع في دي فإذن رح يكون رمز المجموعة بي ثلاث بي أربعة بي هنا طلع اثنين زائد ثلاث خمس بي الاستقرار ممتلئ والدي مش مستقر بس فيش حالة أخرى طب أستاذ ممكن أخليه يستقر تعرف شو اللي بنعمله؟ بنحرك إلكترون من الأس للدي وبنشوف هل صاروا الاثنين نصف ممتلئ؟ أو واحد ممتلئ؟ والثاني نصف ممتلئ؟ طيب تعال نجرب يلا نأخذ أس من الأس إلكترون واحد ونحطه هون شو بيصير عندك؟ الدي فيه أربعة والأس فيه كام؟ واحد الأس صار نصف ممتلئ هل الدي صار خمسة نصف ممتلئ؟ لا لو إنه اعملت هاي الحركة وصار هون نصف ممتلئ وهون نصف ممتلئ بيصير أكثر استقرار من ممتلئ ومش مستقر تمام؟ فإذن ما رح نعمل هاي الحركة لكن لما وصلت عند الكروم ركز طلع الكروم شوف شوف الأس فيه كم إلكترون واحد صح؟ فيه الأس فيه إلكترون واحد يعني نصف ممتلئ الدي كم فيه خمسة طب أستاذ إحنا شو متعودين نعمل؟ المفروض يكون التوزيع الإلكتروني إله أربعة أس الأس شو بنحط فيها؟ إلكترونين؟ وبعدين بنروح على الدي ثلاثة دي الدي كم لازم يكون فيها؟ إذا عندي اثنين واحد وخمسة ستة يعني اثنين وأربعة هيك المفروض هيك إحنا متعودين نوزع التوزيع الإلكتروني إنه الأس نعبيها بعدين نروح على اللي بعده صح ولا لا؟ طيب طلع هنا الأس ممتلئ أما الدي بقدر أعمله نصف ممتلئ والأس يكون برضو نصف ممتلئ فالإثنين بيستقروا أما هيك الأس ممتلئ إلكترونين بيستوعب فل أما الدي بيستوعب عشرة نصفهم خمسة لا عشرة ولا خمسة إذن الدي مش مستقر فعشان هيك هذا التوزيع غلط فإنت لما توزع التوزيع الإلكتروني بدك تنتبه لأي مجموعات طلع المجموعة السادسة اللي حطينا عليهم ضللناهم والمجموعة الأولى بي المجموعة السادسة بي والمجموعة الأولى بي انتبهلها يا أستاذ هاي بيكون فيها الأس فيها نصف ممتلئ والدي بيكون نصف ممتلئ المجموعة الأولى بي بيكون الأس نصف ممتلئ والدي فل ممتلئ اثنين استقروا تمام؟ لكن الحالات الثانية كلياتها عادي وزع توزيع عادي عبل الأس بعدين بتكمل الدي إذن النقطتين هذول اللي حكينا عنهم هم اللي بيكون فيه اختلاف التوزيع الإلكتروني طلع كلياتهم أربع أس اثنين والثري دي اللي دي فيها خمسة هنا ممتلئ وهنا نصف ممتلئ مستقرين هنا ممتلئ هنا لا نص ولا فل لا خمسة ولا عاشرة عادي عادي الدي ما تكونش مستقرة بس الأس لازم تكون مستقرة مش أروح أعملها نصف ممتلئ وهاي لا مش مستقرة لا واحد يكون ممتلئ والثاني مش مستقرة عادي اثنين نصف ممتلئ أو الاثنين ممتلئ وصلت أو واحدة نصف ممتلئ وواحدة ممتلئ هيك بيكون أكثر استقرار فإذن البحث عن الأكثر استقرار إنه يا إما نصف نصف ممتلئ أو ممتلئ نصف ممتلئ وصلت طيب نيجي على المنجنيز على الدري 25 18 و 22 بيضل خمسة لدي أمورنا تمام الحديد 26 18 صح؟ نكتب هاي 18 بعدين اثنين في الأس هاي 20 و 6 26 أمورنا تمام عبيت الأس وكملت في الدي عبيت الأس وكملت في الدي عندي 27 18 للأرغن 2 للأس و 7 هاي 20 و 7 27 لكن والنكل كمان هون عندي 18 زائد 22 و 8 28 أمور تمام الأمور تمام لما أجي على النحاس اطلع 4S1 3D10 ما وزعها هيك 4S طلع هون 18 كم ضاي الإلكترون للـ 29 2 في الأس هاي 4S2 وكم في الدي لـ 3D فيها كم كم ضل ضل 9 هاي حطيت 9 ليش هذا التوزيع ما أخذوا الكتاب وأخذ هذا التوزيع أستاذ لأنه لما توزع هيك انتبه للأس والدي يعني فيش داعي انك تحفظ مثلا 6B و 1B فيش داعي لما تنتبه اطلع إذا أنا نجلت إلكترون من الأس للـ D هل بصير لاثنين أكثر استقرار ولا لا لو نجلت الأس منها إلكترون ووديته للـ D شو بصير عندك الأس نصف ممتلع والـ D ممتلع لاثنين استقره إذا نخذ الأكثر استقرار وهذا ايش بتسوي فيه هاذ خطأ توزيعه لأنه فيه حالة أكثر استقرار وصلت هاي النقطتين أوكي عشان نثبتها أكثر تعال هسا خلينا نحكي بس عن الزنك اللي هو الخرصين زد N عندك 18 في الأرغن واثنين في الأس كم ضل للـ 30 عشرة ممتلع ممتلع والاستقرار على كيف كيف كيفك طيب نخذ أمثل كمان مثال على الكروم والنحاس زيهم عشان نثبت المعلومة ونعرف وين الأكثر استقرار ويلا بينا نروح مشوار صغير يعني معطيك مثالين الموليبدينام والأي جي الفضة خلينا على الموليبدينام التوزيع الإلكتروني لأنه عدد الذر 42 الغاز النبيل اللي قبله 36 اللي هو الكريبتون تمام طيب الكريبتون 36 هاي التوزيع الإلكتروني لـ 36 إلكترون فالحد هنا 36 الحد هنا 36 ركز معي هل سأنا بعد الـ 36 عندي الـ 5S الـ 4D عندي في الـ 4D بدي أخلص 36 بدي أحط إلكترونين في الـ S وكم ضل هاي 38 كم ضل للـ 42 للـ 42 أربع إلكترونات باجي بسأل حالي سؤال أستاذ بقدر أعملهم أكثر استقرار لـ 2 يستقروا لو أخدت إلكترون حطيته هون الأسكن بصير في عنده إلكترون واحد والـ D بصير عنده خمسة يعني الخيار الثاني هاي باللون الأبيض إنه يكون هون إلكترون وأنقل إلكترون لهون ويصير هون خمسة مين أكثر استقرار S يكون فيها واحد يعني نصف ممتلة ودي خمسة نصف ممتلة ولا واحد ممتلة واحد مش مستقر لا الـ 2 بيستقروا لما يكونوا الـ 2 نصف ممتلة كيف 100% ضبطة الأمور إذن عندي حالتين هاي الحالة 5S24D4 أوكي اثنين وأربعة رقم المجموعة بي كام ستة اللي حكيت لك فيش داي تحفظها لما تكون ستة هاي ستة واحد وخمسة ستة رقم المجموعة ستة ستة بي أوكي أستاذ لو نيجي نوزع الإلكترونات هون يلا هاي الإلكترونات اللي كاتبينها بالأخضر عندك الـ S هذا الفلك S ماشي وهذا الفلك D الـ D فيه خمس أفلاك فرعية الـ S هاي إلكترونين وزعت هذا الشكل وأربع إلكترونات وين في الـ D واحد اثنين ثلاث أربعة أستاذ هون أكثر استقرار ولا تحت لو أشيل الإلكترون والـ D هناك شو بصير عندك نصف ممتلئ واحد اثنين ثلاث أربعة خمس اللي وحكينا عنه واحد وخمس طلع الـ D نصف ممتلئ خمس إلكترونات والـ S نصف ممتلئ إلكترون واحد إذن وين الأكثر استقرار الأكثر استقرار هون هذا التوزيع رح نعتبره خطأ تمام اعمل سكرين عشان نحكي عن الإي جي كمان ونثبت المعلومة في المجموعتين هدول زي الكروم والـ C طيب طلع على الإي جي زي زي فكرة النحاس يلا الإي جي 47 بدي أوزع التوزيع الإلكتروني هون 36 اثنين وتسعة ولا واحد وعشرة أستاذ واحد وعشرة واضحة واضحة ممتلئ نصف ممتلئ هون ممتلئ هون مش مستقر هون لا هو عشرة وله خمسة عشان هيك رح أحكي إيش هالتوزيع غلط هذا التوزيع صح سيكريناتو حبايبو لا حارتو يلا أكتب لكم عليها هاي هاي منتلئ هاي مش مستقر مش مستقر هون نصف وهنا نصف وهنا ممتلئ بتعرفوا الناسي الأصبع تاعي وين رح مستقر بدي ورح أصبعه أيوه عشان هيك الخط بيخزي يلا هون ممتلئ وهنا نصف ممتلئ يعني مستقر مستقر هون مش مستقر هون ممتلئ مستقر أوكي واحد مستقر والثاني لا هون الاثنين مستقرين تمام أكثر استقرار أقل طاقة ذرة بتكون مرتاحة أوكي يأ هاست سكرين أحسن من السكرين الأول مع التوضيع بشكل أكبر تمام هذا بالنسبة للعناصر الانتقالية والجدول اللي كنا نحكي عنه والتوزيع الإلكتروني بس أستاذ لحظة انت يا أستاذ هون حكيت لنا إنه واحد زائد عشرة معناته إنه مجموع المجموعة بي تساوي 11 بس قبل شوية حكيت لنا إنه ما فيش عشر مجموعات في بي هم بس ثمانية طيب لما يكون 11 لما يكون 12 لما يكون 11 بيكون المجموعة الأولى بي لما يكون 12 بيكون المجموعة الثانية بي كيف يعني أنا بقول لك لما توزع التوزيع الإلكتروني بتوخذ لأكثر استقرار اطلع حلو بتوخذ بس يعني لما يكون عشرة بتوخذ فقط الأس فمن الأس بتعرف رقم المجموعة الأس كم إلكتروني فيها واحد من الأس هنا كم اثنين فإذا واحد بي اثنين بي متى لما دي كون فل عندك عشرة أوكي طيب إنت عجل الإلكتروني بي دي الأس فيه اثنين أو بتحكي الاثناش شيل منهم عشرة الهداش شيل منهم عشرة طب أستاذ لما يكون اللي حكيت لنا عنهم هدول اللي جايين اللي هم نفس الصفات شو هم اللي 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 هم نفس الصفات يا جماعة الخير حكينا عنهم اللي هم المجموعة الثامنة تاسعة عشرة المجموعة الثامنة والتاسعة والعاشرة كلهم مجموعة واحدة الثامنة يعني لما أجمع عدد الإلكترونات هون طلعوا هاي ثمانية بي فقط هون مجموعة هم المجموعة يلا نكتب المجموعة الأسوة دي كام؟ اثنين وستة ثمانية المجموعة هون اثنين وسبعة تسعة هون المجموعة اثنين وثمانية عشرة ثمانية وتسعة وعشرة إذا كان مجموعة أس و دي عشرة ولا تسعة ولا ثمانية فهو المجموعة الثامنة بي ركز معاي طب إذا كان أكثر من عشرة إحداش يعني المجموعة الأولى إتناش يعني المجموعة الثانية وهاي كل عناصر بي طي أستاذ بدنا نكمل شغلنا بيحكي لك الربط بالحياة استخدام التيتانيوم طبعا هذا الحكي شرحنا وحكينا وفصلنا طيب بيحكي لك التيتانيوم شايفينه استخدام التيتانيوم في الطب هذا عبارة عن مفصل ركبة ماشي هذا المفصل حطين عليه قطعة من التيتانيوم آه يعني التيتانيوم فيه استخدامات مهمة جدا وعملية جدا للعمليات الجراحية في العظام والأمراض اللي بتصير في الركب والمفاصل والأشياء هاي فبيستخدموا التيتانيوم وبيركبوه على العظم ليش التيتانيوم بالذات لانه التيتانيوم خفيف جدا وقوي طيب يعد التيتانيوم فلزا مهما من الناحية الاقتصادية والصناعية نظرا الى صفاته صفاته اللي تجعله منافسا قويا في العديد من المجالات الصناعية اذ يمتاز في خفة وزنه وصلابته الكبيرة قوية اضافة الى قلة نشاطه الكيميائي يعني بتفاعلش مع اي اشي مش بسهولة بيعمل اي تفاعلات اوكي اضافة الى قلة نشاطه الكيميائي مش زي الحديد مثلا بصدي وعدم تأثره بعوامل البيئة بتأثرش بالعوامل البيئية من المجالات يعني عنده اشياء شو اللي يخلاه يمتاز الاشياء اللي بيمتاز فيها خفة وزنه وخفة دمك وصلابته الكبيرة اضافة الى قلة نشاطه الكيميائي وعدم تأثره بعوامل البيئة خفة وزنه وصلابته الكبيرة وقلة نشاطه الكيميائي وعدم تأثره بالعوامل البيئية طيب من المجالات شو المجالات اللي يستخدم فيها يستخدم فيها التيتانيوم على نطاق واسع وين في الطب يا زنامي حوالتنا طيب اذ يدخل في صناعة ايش المفاصل البديلة في صناعة المفاصل البديلة مثل مفصل الورك ومفصل الركبة ويستخدم فيه علاج الانزلاقات علاج الانزلاقات الغدروفية في العمود الفقري ديسك صار فيه انزلاق في العمود الفقري بعالج لك اياه برجع الامور وبيلحموه زي تقول حداد مش دكتور اللي شلال فيك ويدخل ايضا في صناعة صناعة صفائح الجمجمة وبراغي الاسنان مش بركبه برغي بركبلك سن ولا بركبلك طحونة وبيكون فيه ايش زي براغي هاي البراغي اللي بتثبت في العظم تبع الفق بيكون مصنوع من ايش من التيتانيوم والفق الصناعي وغير ذلك من الاستخدامات الطبية المهمة شغلات حفظ من التطبيقات على التيتانيوم بدك تكون عارفة كل الحكي حكينا هذا عنه كل ياته شرحناه وفصلناه تفصيلا مملا طيب اتحقق اكتب التوزيع الالكتروني للعنصر الذي يقع في المجموعة الثانية والدورة الرابعة استاذ شو يعني مجموعة ثانية ودورة الرابعة الحصة اللي فاتت اصلا كنت احكي لك وعطيتك اسئلة زي هيك صح ولا لا لما يحكي لك في يقع في المجموعة الثانية ايه اوكي والدورة الرابعة شو بنسوي احنا بنحط الاس الاس الوي البسس تبعتنا زي ما بدنا اوكي هاي اس اس بس بس نكمل واحد اثنين ثلاث اربع الدورة الرابعة والمجموعة الثانية ترى بكفي بس بس دبس هاي دبس بزي ادي بزي يلا نعد الاسات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة قبل الخمسة في اربعة ثلاث قبل الاربعة في ثلاث قبل الثلاثة في اثنين استاذ هو بيحكي لك في الدورة الرابعة والمجموعة الثانية ايه ايه يعني ما بنت التوزيع الالكتروني بدي بنتي باي ايه يعني المجموعة الثانية والدورة الرابعة هاي الدورة الرابعة هاي شايفينها الدورة الرابعة اوكي طيب ومحه أربعة بي الدورة الرابعة هيهها كل اياتها أس ودي وبي بس رحي ان procure التوزيع الالكتروني عند الأس ليش أستاذ الثانية آيه يعني كم الكترون في المدار الأخير هاي المدار الأخير الأربعة كم الكترون؟ الكترون وعملنا نحطون في الأس صح ولم لا إذن التوزيع الالكتروني من هون ورجع فقال لكل اللي قبله البي بوخد ستة الأس بوخد اثنين البي بوخد اثنين ال الأس بوخد سته ولك اني حكيت اه? محد يش شاف. اثنين اثنين. تمام? يلا لو حكالك كتبنا التوزيع الاوليكتروني. لو قلت كم من عدد الذري? شو بتسوي? بتجمحه. اثنين وستة او من هون. اربعة وستة عشرة واثنين اثنونش وستة ثمانتاش واثنين عشرين. حلو? حلو. اذا بنتي توزيع الالكتروني في اربعة اس تو. هزا الباقي شو نسوي فيه? هزا. شطب عليها. سهلة سهلة الامور سهلة. يلا. اللي ما حضر الحصة اللي فاتت يحضرها. طيب بحكي لك من المثال ثلاث. اكتب توزيع الالكتروني للعنصر الافتراضي اكس الذي يقع في المجموعة السادسة اي. ستة اي. اوكي? المجموعة السادسة اي. هاي مجموعة السادسة اي. والدورة ايش? الثالثة. يعني بدي انتهي بثري اس. اوكي? بدي انتهي بثري اس. يلا الاس اس له. ان بس بس له. اس اس بس. هاي ثلاثة اس. دي بس. بزيادة. ارى انا ايشي? واحد اثنين ثلاث اربعة. رقمنا الاسات. برجع تنازلي. اربعة قبليها ثلاث. شغال صح انا? اس اس بس ما كررتش البس. اس اس بس. بس. دي بس. هاي اربعة هاي خمسة. قبل الخمسة اربعة قبل الاربعة ثلاثة. قبل الاربعة ثلاثة. قبل الثلاثة اثنين. حلو. يلا. الكترونات. بيحكي لك في المجموعة السادسة اي والدورة الثالثة. هاي الدورة الثالثة. من عند الثري اس ثري بي. هاي دورة الثالثة. صح? طب المجموعة السادسة. يعني كم الكترون عندي ستة الكترونات الاس فيها اثنين والبي فيه كام اربعة مجموحهم ستة مجموعة السادسة ايه يعني بس اس و بي اوكي طيب الاس فيها اثنين فلها والبي ضللها اربعة من الستة ارجع ارجع ستة اثنين اثنين خلصنا لحد هون فهي توزير الالكتروني الو طالع زي ما حكينا طبعا الباقي هدا كل ياتو ايش نسوي فيه ايش طبو احنا نكتب بالزيادة مش غلط شو ورانا طي المثال الاخير وبعدين الحصة الجاي بنحكي عن التوزير الالكتروني لأيونات لأيونات العناصر اكتب توزير الالكتروني للعنصر الافتراضي الذي يقع في المجموعة الخامسة بي اه هنا في دي يا معلم في دي على حصتنا اليوم الخامسة بي والدورة الرابعة لاتس جو يلا اس اس بس بس ببس واحد اتنين ثلاث الاسات اربعة خمسة قبل الخمسة فيه اربعة ثلاث قبل الاربعة فيه ثلاث قبل الثلاثة فيه اتنين الالكترونيات بيحكي لك في المجموعة الخامسة بي والدورة الرابعة شا يعني في الخامسة بي مجموعة الاس والدي صح مجموعة الخامسة بي الدورة الرابعة هاي الدورة الرابعة بلاش نعمل عند اربعة اس ثري دي اربعة بي وقف خلص طيب اس ما لهاش دخل مجموعة الدورة الرابعة اربعة اربعة اس لحد قبل الاس الاخيرة اللي بعدها اوكي طيب هاي الدورة اعرفنا انها الرابعة بحكي لك المجموعة الخامسة بي يعني كم الكترون في الاس والدي مجموعة الاس والدي خمسة الكترونات صح ولا لا خمسة بي خمسة الكترونات فعندك الاس اثنين الدي كم ضللها ثلاث لو نقلت الكترون هون يا استاذ هاي بتصير اربعة هل هي نصف ممتلئ الى الدي لا الخمسة نصف ممتلئ فاذا ما في داعتي نقول اذا التوزيع الالكتروني لحد هون ثري دي ثري اوكي يلا نكمل الالكترونات اللي قبله ستة اثنين ستة اثنين اثنين خلصنا تمام ايه طلع فور اس تو ثري دي ثري فور اس تو ثري دي ثري زي ما عملنا بالزبط يعطيكم العافحة بايبي واعملوا سكرين لهذا واللي قبله بطريقتنا انت شفتها خلص شفتها كفيديو ما فيش دائع تعمل سكرين للمثالين لكن خلص اعرفنا الطريقة الحصة الجاي ان شاء الله رح نحكي عن التوزيع الالكتروني لايونات العناصر كونوا بخير اشوفكم قريبا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة